اشتركوا في القناة في نهضة الأمة الإسلامية تاريخيا هل المسلمون اليوم يحتاجون إلى تطبيق عقيدتهم واقعا عمليا أم ما ينقصهم هو تصحيح عقدي وكيف يمكن أن يفيد المسلمون من قوة العقيدة الإسلامية أسئلة تشكل صلب حلقة اليوم من برنامج مقاصد فأهلا وسهلا بكم مشاهدين الفاضلين إلى هذا اللقاء المتجدد من خلالكم أرحب بالدكتور عمر عبدالعزيز القراشي رئيس قسم عقيدتي ومقارنة الأديان في الأزهر سابقا أهلا وسهلا بداية العقيدة أو الأفكار الدينية أو المبادئ الدينية كما يسميها عدد من المفكرين الغربيين ما أهميتها في حياة كل الأمم في حياة أي أمم أمة من الأمم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالتحية وصولة لحضرتك وللسادة المشاهدين جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام كل دين له عقيدة تمثل الجانب الذي يشكل حياة الأمة بغض النظر عن ضعف العقيدة أو بطلانها فهناك الكثيرون من أصحاب العقائد الباطلة لكنهم يحاربون في سبيل عقيدتهم ويعيشون من أجلها لذلك العقيدة تمثل أهمية كبرى في حياة الأمم فإذا ما تجاوزنا هذا العموم قلنا تعالوا بنا إلى العقيدة الحقة وإلى الدين الحق إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين هذا الدين العظيم له جذور ضاربة في الأرض تمثل الأساس وهذا الأساس هو العقيدة ثم له بنيان من بعد الأساس يأتي البنيان طابق واحد اسمه الإسلام طابقان الإيمان من بعد الإسلام ثلاثة طوابق الإحسان من بعد الإيمان والإسلام لكن أيا كان عدد الطوابق التي يعيش بها الناس إن لم يكن له أساس قوي ومتين فلا قيمة لشيء بعده وهو قوله تعالى أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أمن أسس بنيانه على شفى جرف هار فانهار به في نار جهنم البنيان على شفى جرفه في نهار هذا بنيان بلا أساس بنيان بلا عقيدة فمن هنا تكمل أهمية العقيدة في كل دين وفي حياة الأمم نعم سنتي على أهمية العقيدة بالنسبة إلى المسلمين لكن قبل ذلك أريد أن نحرر أكثر قضية العقيدة ومركزيتها في حياة الأمم يعني مفكرون وفلاسفة غربيون كبار أمثال جوستاف لوبون وأرنولد توينبي المفكر والفيلسوف الكبير يعني بالرغم من أنهما وغيرهم كثير من المفكرين الغربيين في أوروبا تحديدا وحتى في أمريكا أقاموا صرحهم الفكري على أنقاض الدين على محاربة الدين ومع ذلك خلصوا في نهاية المطاف إلى أن كما يقولون المبادئ الدينية هي منار التاريخ وعماد الحضارة في أي أمة من الأمم بالرغم من علمانيتهم القوية والمتجذرة إلا أنهم رضخوا لهذه الحقيقة ما تفسير ذلك دكتور عمر؟ كيف تفسر هذا الأمر؟ هذه حقيقة وواقع لأنه مهما تغيرت الأشكال إن لم يكن أي فكرة أو أي دين مبنية على شيء يقيني شيء يخرج من قلب الإنسان يكون عنده القناعة لا يمكن نجاح هذه الفكرة حتى العلمانية حتى الليبرالية حتى الإلحاد يوم أن ينجح ينجح إذا كان مبنيا على عقيدة فكرة ثابتة ترسخ في الأذهان تتأصل في القلوب تتجذر في كيان الإنسان يبدأ يسعى بكل قوته ويعمل بكل نشاطه لنجاح فكرته لكن لو لم تكن لها هذه العقيدة فهي سرعان ما تزول وسرعان ما تذوب لذلك أصحاب الفكر الأرضية الوضعية الكافرة يحرصون على أن تكون لها هذه الجذور المتعمقة أو العقيدة المتجذرة يعني سواء عقيدة فكرية أم عقيدة دينية المهم أن يسوس الفكرية نعم وسواء كانت عقيدة حقا أو عقيدة باطلة لأن الكلام إلى الآن على العموم فكرة أن العقيدة لها من الأهمية ما ليس بوجودها لا ينجح شيء ولذلك يقال مثلا العقيدة العسكرية العقيدة الفكرية أي شيء تجد له تصور له عقيدة تمثل الجذور لهذه الفكرة هنا ربما أجد أن يقتل أنا أسألك عن الدلالة اللغوية والاصطلاحية لكلمة عقيدة دكتور نعم العقيدة كلمة وإن لم ترد في قرآن ولا سنة لكنها موجودة في كلام العرب يقال عقيدة وأصل العقيدة في لغة العرب من واحدة من ثنتين إما من العقد العقد الذي يكون بين متعاقدين والعقد الذي هو شريعة المتعاقدين والعقد بما له من قوة وحزم وهو في مثل قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود جمع عقد هذا معنى والمعنى الثاني من العقدة والعقدة في اللغة العربية هي الرباط الوفيق الذي لا يقبل أن يحل بسهولة ولا أن ينفصم بالراحة فنأتي إلى حبل ثم نعقده عقدة وإذا أردنا أن نشد الأزر أكثر كانت عقدة فوق العقدة فهذه قلمة تنفك بسهولة وحتى بعيدا عن المثل الذي فيه العقدة في العبل في العقدة التي تكون في الخشب فتجد المنشار مع النجار يمشي في الخشب سهلا إلا إذا جاء عند عقدة يقف عندها فيقال في المثل وضع له العقدة في المنشار لأنها قوية أحيانا تكسر المنشار ولو كان كهربائيا لأنها عقدة فبما أن العقدة رباط وثيق جدا لا يقبل أن يحل بسهولة بل إن الناس يبيعون نفوسهم رخيصة في سبيل عقيدتهم لذلك هي عقدة قوية هذا في معناها اللغوي أما المعنى الاصطلاحي فهي إذا تحدثنا عن العقيدة في الإسلام نقول مجموعة من قضايا الحق البدهية مجموعة من قضايا الحق البدهية المسلم بها لدى الفطرة والعقل التي يعقد الإنسان عليها بقلبه لأن محل العقيدة هو القلب أولئك كتب في قلوبهم الإيمان قرآن سمها إيمان ولكن نحن نسميها العقيدة لأنه مصطلح أشمل نتحدث فيه عن الإيمان وعن درجاته وعن حقيقته ثم نتحدث عن نواقضه من كفر وشرك ونفاق وردة فتشمل كل ذلك كلمة العقيدة هل بالضرورة أن تكون كل العقائد غيبية؟ جل العقائد غيبية جلها ليس كلها انطلاقا من هذا التعريف اللغوي والاصطلاحي دكتور يعني ما قيمة وأهمية ومكانة العقيدة عند المسلمين قياسا بسائر فروع الدين نعم العقيدة عند المسلمين تمثل الرأس بالنسبة للجسد فإذا كان لا حياة للإنسان بدون رأس فكذلك لا معنى للدين بدون عقيدة وتمثل الروح بالنسبة للبدن فمتى ما خرجت الروح أصبح الجسد أو البدن جثة هامدة نواره التراب وإلا يتعفن والعقيدة بالنسبة للمسلم هي جذع الشجرة التي بسبابها تصبح شجرة لها فروعها ولها ثمارها وتمتد في السماء كما قال الله عز وجل ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون بدون العقيدة ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء العقيدة بالنسبة للمسلم هي الأساس الذي ينبني عليه البناء فبناء بغير أساس كلما ارتفعت كلما انهار فلابد إذن من العقيدة وأنا ذكرت هذه الأمثلة لأنها أمثلة قرآنية وأمثلة نبوية أما من حيث الواقع فنجد لما بعث النبي محمد عليه الصلاة والسلام ظل في مكة ثلاثة عشر عاما يربي أصحابه على العقيدة لذلك نقول العهد المكي عهد العقيدة ثلاثة عشر عاما يتربون على العقيدة تربوا على العقيدة جعلت منهم رجالا جعلت منهم أمة وليس معنى أن العهد المكي هو عهد العقيدة أنها أغفلت في العهد المدني بل استمرت في العهد المدني مع نزول التشريعات عبادات ومعاملات وأخلاقيات وحدود وأحكام كل هذا في العهد المدني مع العقيدة التي استمرت إلى آخر الوحي هذا ما كنت أريد أن أسألك عنه دكتور عمر يعني المنهج القرآني في التعامل مع المسلمين الجدد كيف كان يربي العقيدة فيهم كيف اتسم المنهج القرآني في ترسيخ الجانب العقدي في نفوس المستقبلين الجدد للدين هذا هو كيف أن الله سبحانه وتعالى حين أنزل القرآن نعم بدأ بأهم معالم هذا الدين وهو العقيدة لك أن تتخيل أن الصلاة التي هي يعني لها منزلتها العظيمة فرضت ليلة الإسراء المعراج في أوائل القرن الحادي عشر من بعثة النبي محمد عليه الصلاة والسلام يعني في عشر سنوات قبلها بناء عقدي البناء العقدي هذا موجود في القرآن الكريم مبدوء بقضية العلم أوله اقرأ باسم ربك الذي خلق ثم الدعوة والإنذار يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر ولا تمن تستكثر ولا بك فاصبر نظر عابرة أو متدبرة في القرآن المكي نجد كيف أن الله سبحانه وتعالى رب عقيدة التوحيد وعقيدة فيها معالم الإيمان في نفوس النشء المسلمين في نفوس الصحابة الذين أسلموا رباهم على فعلم أنه لا إله إلا الله كيف يعلم أنه لا إله إلا الله يقول قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم يذكر لهم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون العقيدة التقريرية ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز والعليم يقول لهم قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وهنا يرد على اليهود على النصارى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله ليرد على صنوف المشركين وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون بأدلة منطقية وأدلة واقعية وأدلة عقلية وبراهين واضحة ومبسطة كلما تأملها الذي يسمع القرآن تمركزت العقيدة في قلبه حتى إنه تهتز الجبال ولا تهتز العقيدة في قلبه وتتزلزل الأرض ولا يتزلزل الإيمان في قلبه آيات القرآن مع البرنامج العملي في حياة النبي محمد عليه الصلاة والسلام يربيهم يزكيهم يهذبهم ينقيهم لقد منى الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتابة والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين ومن هنا أوتوا الإيمان مع القرآن وعاشوا هذه العقيدة واقعا حية وهي العقيدة التي ينبغي أن نعيشها عقيدة القرآن والصنع هذا نريد أن نبحثه كيف أن نبحثه كيف انعكست هذه العقيدة بعدما استقرت في القلب كيف انعكست على جوارح الصحابة قبل ألف وأربعمائة عام ولكن لو أذنت لي بعد الفاصل نذهب إلى فاصل ومن ثم نستعني في الحوار ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أسعدكم الله ما زلنا وإياكم في الحديث عن العقيدة وأثارها في نهضة المسلمين الحديث دائما مع الدكتور عمر عبد العزيز القرشي الدكتور تحدثنا عن أن القرآن رسخ العقيدة في صدور المستقلين الجدد وهم الصحابة رسخها قويا عميقا بعد ذلك نريد كيف هذه العقيدة التي استقرت في الصدور كيف انعكست واقعا عمليا على جوارح الصحابة أخلاقا معاملة في جميع النواحي لما تمكنت العقيدة من نفوس وقلوب الصحابة رضي الله عنهم غيرتهم أفرادا وأسرا ومجتمعا لو ضربنا المثل بأفراد واخترنا نموذجا لرجل وآخا لامرأة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه هو في الجاهلية من هو شدة وعنف ثم هو رافض لمنهج الإسلام ولدعوة النبي عليه الصلاة والسلام حتى قال قائلهم لو أسلم حمار بن الخطاب ما أسلم عمر بن الخطاب لكن حين تمكنت العقيدة من قلب عمر وأسلم حين قرأ القرآن سمع القرآن وقال دلوني على بيت محمد عليه الصلاة والسلام ورحى وأسلم وكانت العقيدة تمركزت ورسخت في قلب عمر لأول واهلة ما إن نطق الشهادة إلا هو يسأل النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله ألسنا على الحق قل بلى يا عمر قال فلما الاختفاء إذن لما الاختفاء إذن وخرج عمر يعلن عن الدعوة ومعه حمزة بن عبد المطالب عم النبي عليه الصلاة والسلام ومسيرة خضراء تجوب شوارع مكة ويعرف القاصي والداني أن عمر قد أسلم وأعز الله عز وجل الإسلام بإسلام عمر واستجيب لدعوة النبي عليه الصلاة والسلام اللهم أعز الإسلام بأحد الرجلين كيف أعز الإسلام؟ وبأحب الرجلين إليه وأصبح إسلام عمر عزا كما كانت هجرته نصرا كما كانت إمارته رحمة تغير عمر تغيرا جذريا ما الذي غيره؟ الإيمان العقيدة المثال الآخر لامرأة الخنساء عاشت جاهليتها ومات أخوها صخر فبكت عليه بكاء يقال أبكى الصخر رثته في مرثيتها الشهيرة نعم وهو أخوها لما أسلمت الخنساء وتمكن الإيمان من قلبها وجاءت موقعة القادسية ودفعت بأبنائها الأربعة لم تبقي أحدا لها في البيت ليجاهدوا وحضتهم على أن يكونوا في المقدمة وعلى الجهاد والاستشهاد إلى أن استشهدوا جميعا حين سمعت بنبأ استشهادهم هل جعلت قصائد ترثي فيها أبنائها؟ هل لطمت خدا؟ هل شقت جيبا؟ هل دعت بدعوة جاهلي؟ هل شيء من ذلك الذي فعلته على أخيها صخر؟ وهؤلاء أبناؤها وليس واحدا ولا ثلاثا الأربعة ما زادت على أن حمدت واسترجعت قالت الحمد لله الذي شرفني بقتلهم جميعا في الإسلام وأسأل الله أن يجمعني به في مستقر رحمته ما الذي غير الخنساء؟ إنه الإيمان إذا ما تحولنا من المثال الفرضي إلى المثال الجمعي كيف كان الأوسوى الخزرج قبل الإسلام ثم كيف هم بعد الإسلام كيف كانوا في الجاهلية والتقاتل والتناحر بين الأوسوى والخزرج مع أنهم أبناء عمومة من أم واحدة كانت تدعى قيلة وقال لهم يا بني قيلة ظلت الفرقة وظلت الحمية والعصبية إلى أن امتن الله عز وجل عليهم بالإسلام وآخر النبي عليه الصلاة والسلام بينهم فكانت أخوة أخوة بين الأوسوى الخزرج أولا ثم أخوة بين المهاجرين والأنصار ما عرفت الدنيا لها مثيلا جعلت الأنصار يقول لأخيه المهاجري هذا مالي لك نصفه وهذا بيتي لك نصفه وتلك زوجتاي اختر أحسنهما حتى أطلقها لك فإذا قضت عدتها تزوجتها شيء يعني سعد بن ربيل يا عبد الرحمن بن عوف نعم شيء كما لو كانت في الخيال أو المدينة الفاضلة التي كان يحلم بها الفلاسفة لكنها صارت واقعا حيا في مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام وسر في ذلك التربية على العقيدة الصحيحة وعلى التوحيد الخالص وعلى الإيمان القوي فوجد هذا الجيل الجيل الذي يمثل المدينة الفاضلة ثم رأينا العرب بإسلامهم تحولوا من عبات حجر إلى سادة بشر ومن رعاة غنم إلى قادة أمم ومن قوم يخافون أن يتخطفهم الناس إلى قوم فتحوا البلاد وهدى الله على أيديهم العباد وخضعت لهم إمبراطورية الفرس والرومان وصارت الدنيا تدين لهم فيما يعني دون نصف قرن من الزمان ما الذي غير هذه الأمة هذا التغير الجذري إنها العقيدة إنه الإيمان نعم دكتور عمر حقيقة يعني هذا كله لأجل بسبب إدراكهم ويقينهم بأن هناك ربا مدبرا ويحاسب ويكافئ ويعطي ويمنع وثمت جزاء بعد ذلك الآية في سورة محمد تقول فاعلم أنه لا إله إلا الله ثم في موضع آخر من القرآن يقول الله سبحانه وتعالى قل فانظروا ماذا في السماوات والأرض هذه هاتين الآيتين تدلان على النظر فاعلم مطلوب من القارئ التالي القرآن أن يعلم أنه لا إله إلا الله ليس أن يقرأ أو أن يسمع إنما أن يعلم أيضا النظر يعني كيف يمكن أن تكون العقيدة سببا في تربية الملكات العقلية وبالتالي ما ينشأ بعد ذلك من تقدم وعمران وحضارة هذا هو أن القرآن كتاب الله المسطور دعانا للنظر في الكون وهو كتاب الله المنظور يعني عندك الكون يمثل كتاب الله لكنه منظور أما القرآن فكتاب الله المسطور القرآن يدعو إلى النظر في هذا الكون ما أكثر الآيات التي دعتنا للنظر في الكون والنظر في الإنسان لدرجة أنه ما يربو على ألف آية إذا كان القرآن ستة آلاف وكسور فما يزيد على ألف آية بمعنى ما يزيد على سدس القرآن دعوة للنظر والتأمل وهي ما عرفت في وقتنا المعاصر باسم آيات الإعجاز العلمي في القرآن الكريم تجد هذه الدعوة للنظر والتأمل مرتبط بالإيمان الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة يقول وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ما الدليل؟ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون في سورة آل عمران إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار بعدها جاءت الدعوة إلى الإيمان قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون القرآن في قضية العقيدة سواء كان التوحيد أو الإيمان بالبعث بعد الموت في مثلا في قضية التوحيد قل الحمد لله سورة النمل قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى آي الله خير أم ما يشركون طيب ما الدليل يا رب أم من خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أم من جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزة أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون وينتقل من الآيات الكونية إلى الآيات الإنسانية أم من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون أم من يهديكم في ظلمات البلد والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون أم من يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين فأيات التوحيد مرتبطة بالنظر حتى الإيمان باليوم الآخر والبعث بعد الموت لما يتشكك المشركون في قضية البعث بعد الموت ويصبحون في أمر مريج يقولون يقولون أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركة فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتة كذلك الخروج كذلك الخروج لكن هنا ملمح مهم ذكرته يعني دكتور معذرة عن مقاطعة يعني الآيات التي تدل على العقيدة وأس العقيدة هو لا إله إلا الله هو أس الأسس يعني ما ليس عبثا أن يربط الله سبحانه أو أن يربط الله سبحانه وتعالى أو يربط بين النظر وبين العلم وبين العقيدة السؤال هو كيف هذه العقيدة التي استقرت في صدور الصحابة وهم البداوة بيئة قبلية كيف أثرت هذه العقيدة في تحرير العقول وتوليد الأفكار من البيئة ذاتها وعدم استيرادها من الخارج ما مهد بعد ذلك لبناء حضارة كبيرة عملاقة بعد ذلك كيف حدث ذلك بسبب العقيدة بسبب القرآن بسبب القرآن وأنهم لم يتشربوا ثقافات أخرى من غيرهم حتى إن الله عز وجل أراد لنبينا عليه الصلاة والسلام أن يكون أميا حتى لا يتأثر بثقافات الآخرين وما كنت تطل من قبله من كتاب ولا تخطوه بيمينك إذن لارتاب المبطلون بل جعله نبيا أميا لم يتعلم على يد معلم ولا مجلس بين يدي أستاذ لكن الله عز وجل علمه وأدبه وربه وجعله إماما للمتعلمين وأستاذا لكل الأساتذة صلى الله عليه وآله وسلم فهنا منهج فريد هو المنهج القرآني تربى عليه الصحابة مع التفصيلات والتبيان النبوي هذا التبيان النبوي مع المنهج القرآني هو الذي أوجد هذه الأمة وهذا الجيل الفريد الذي هو جيل الصحابة رضوان الله عليهم كانوا جيلا فريدا لم تأتي الدنيا بمثله إلى الآن لماذا؟ لأنهم تربوا على منهج رباني الربانية في المنهج وهذا المنهج الذي له العصمة والمنهج الذي يتفق مع الإنسانية وهو يلتقي مع الواقعية ويزدان بالمثالية يجمع بين بين الحقائق أو الثوابت وبين المرن شيء ثابت في العقائد والتصورات ومرونة في الهيئات والكيفيات والتفصيلات هذه خصائص وهذا الدين التي ليست لرسالة أخرى فتميزت الأمة بتميز دينها ولما كانت منحصرة في هذا التميز كان لها التميز كله فلما انفتحت على الآخرين فأخذت أفكارا مخلوطة ومغلوطة بدأت في الغبش نعم دكتور حقيقة بقي القليل ربما سبع دقائق أريد أن أبحث معك محور مهم وهو يعني زرعت العقيدة في صدور الصحابة فأثمرت تغييرا جوهريا فكريا عميقا وخرج مفكرون كبار من الصحابة مثال عمر بن الخطاب وأبو بكر الصديق قادة ورجال وطوروا في الأمة وفي الدولة السؤال هو ما في وقتنا الراهن ما طبيعة ودرجة العلاقة بين المسلمين اليوم وبين العقيدة الإسلامية الارتباط درجة الارتباط للأسف أنها أنها رباط واهي الأمة لو كانت مرتبطة بعقيدتها كما ارتبط بها المسلمون الأوائل ما كان يمكن أن نصل لمثل هذا الواقع ولا لهذا القاع قاع المنحنى ولا لهذا المستنقع مظاهر هذا الضعف كيف تتجلت لك تتجل لك دكتور كما ذكرت في بداية الكلام عن ناس من المستشرقين ومن المستغربين يعني بحثوا ما سر قوة الإسلام سيما في القرون الأولى المشهود لها بالخير حيث كانت الانتصارات والفتوحات وكان في كل معركة يعني بالتقديرات العسكرية والاستراتيجية الحربية لابد أن ينتصر عدونا علينا فإذا بالمسلمين القلة في العدد الضالة في العدد ينتصرون بدأوا يرحثون عرفوا أن السر يكمن في عقيدتهم عقيدة قوية توحيد خالص لذلك حرص أعداء الإسلام على أن يضعفوا هذه العقيدة أو على أن تبقى الأمة بغير عقيدة لكن كيف يمكن أن تبقى الأمة بغير عقيدة نغير معالم العقيدة تغيرت العقيدة من عقيدة تربى عليها المسلمون الأوائل عقيدة القرآن والسنة إلى عقيدة مرتبطة بفرق قالت الخوارج قالت المرجئة قالت الأشاعر قالت الماترودية قال الشيعة قال الصوفية لكن هذا كان موجود منذ 1300 عام يعني موجود منذ صدر الدولة الأموية نعم هذه الفرق وهذه ما هو في ظل الفتوحات التي تمت في العصر الأول بدأ أعداء الإسلام يفكرون كيف تتخلخل العقيدة وكيف تتخلخل وحدة الصاف لكن الدولة الإسلامية بقيت قوية بقيت للغاية الخلافة العثمانية نعم ما الفارق بين الآن على المستوى العقدي بين المسلمين ارتباطهم بعقيدتهم وبين السابق يعني أن تقول بأن العلاقة واهية بين المسلمين وبين عقيدتهم مظاهر هذا الضعف كيف تجلى لك الآن يعني المسلمون يموتون في سبيل عقيدتهم في كل ركن وواد في هذا العالم أين تجلى لك هذا الضعف يعني العقيدة الإسلامية لما يكون فيها جزء من العقيدة إن الحكم إلا لله نعم أين هذا في حياة الأمة الآن هو جزء من العقيدة الإسلامية وما أكثر آيات الحاكمية في القرآن الكريم لكن في واقع الأمة ليس موجودا جزء من العقيدة الإسلامية اسم الولاء والبراء المسلمون لا يعرفون عنه إلا الإسم ربما تقول له الولاء والبراء يقول لك ولاء ابن أخوية وبراء بنت عمي أو إلا البراء ابن أخوية والولاء بنت عمي يعني يذهب بعيدا جدا لكن تخيل الله عز وجل وهو يقول لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه أو قولي لعز وجل يا أيه الذين آمنوا لا تتخذوا لهدى والنصارى أولياء بعضهم أولياء وبعض ومن يتوله منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين أين هذا في حياة الأمة في ظل العمالة البغيضة المكشوفة التي لم تصبح مستترة في حياة الأمة أين هذا من العقيدة يعني هل أنت تربط بين تخلف واقع المسلمين وبين ضعف عقيدتهم طبعا هذا في المقام الأول لا إله إلا الله التي صدرنا كلاما عنها بقوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله كلنا يقول لا إله إلا الله لكن كم من المسلمين يعلم لا إله إلا الله يعرف المغزى والمعنى يعرف المقتضيات والواجبات يحارب ما فيها من مخالفات ومتناقضات كلنا يقول لا إله إلا الله ولكن معناها من أين يتعلم معناها إذا كانت المدرسة لا تعلم معناها والجامعة لا تعلم معناها وإذا أخذنا العقيدة في الجامعات نأخذها في صورة فرق وفلسفة وطلاسم ومنطق وعلم كلام علم كلام حل محل العقيدة ما في عقيدة العقيدة عود إلى القرآن عود إلى السنة فاعلم أنه لا إله إلا الله لا تكتفي بأنك تقول لا إله إلا الله فتجد من العلم بلا إله إلا الله أننا نتحاكم إلى شرع الله فنعز ونسود ونقود نجد أننا نوالي أهل الإيمان ونعادي أهل الكفر الآن مولاه لأهل الكفر ومعداه لأهل الإيمان الله يقول أذلة على المؤمنين أعزتنا على الكافرين واقع الأمة الآن أذلة للكافرين أعز على المؤمنين إذن مخالفة ومشاقة واضحة وصريحة للعقيدة أم لا هذه من مظاهر ضعف العقيدة عند المسلمين دكتور عمر لكن في ظل تفكك المسلمين من قسامهم وغياب الدولة التي تجمع حياضهم في نطاق حيز جغرافي وسلطة واحدة كيف السبيل إلى إعادة الاعتبار للعقيدة في حياة المسلمين اليوم أن توضع في الاعتبار لا يمكن قيام دولة مسلمة بدون عقيدة ولا يمكن لهذه الأمة أن تعز مرة أخرى وتسود وتقود إلا إذا عادت لعقيدة لأن الحكمة تقول لن تصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أول وحا السؤال دكتور فضيلة دكتور السؤال هو عن كيف كيف يمكن إعادة ربط المسلمين بعقيدتهم هل هم محتاجون إلى إعادة ربط بالعقيدة أم إلى تصحيح عقدي ومن المسؤول عن ذلك النبي عليه الصلاة والسلام ذكر لنا من المبشرات بأن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مئة سنة من يجدد لها أمر دينها هناك مبشرات تقول لابد من تجدد أمر الدين لما بيأتي المجدد أول ما بيهتم بيهتم بعقيدة قوية عقيدة صحيحة ووحدة الصف وينادي بتوحيد الكلمة على كلمة التوحيد ويبدأ يعلم الناس لابد من فهم الإسلام بكليته وأخذ الإسلام بشموليته وأساسه العقيدة والعقيدة أساسها التوحيد الخالص وهو سر النجاح إذن بوجود مجدد في الأمة أو وجود عدد من المجددين في العالم الإسلامي وبوجود عدد من العلماء يتقون الله عز وجل لا يكونون أذنابا للسلطان لا يخافون من أن يقولوا كلمة الحق وأن يصدعوا بهذا التوحيد إنما كثير من الناس يعرف الحق ويقول لا أنا لا أتكلم فيه خلشة أن أتهم بأني تيمي أو وهابي إذن نحن نحتاج إلى هذا المجدد وإلى هذا العالم الرباني الذي يعود بالناس إلى العقيدة الحقة وإلى التوحيد الخالص لا شك أن في الحديث بقية يعني دكتور عمر أشكرك على هذه الإفاضة في هذه الحلقة أدركنا الوقت ربما نكمل في حلقات مقبلة إن شاء الله تعالى في ختام هذه الحلقة أشكر الدكتور عمر عبد العزيز القراشير إسقسم العقيدة ومقارنة الأديان في الأزهر سابقا شكر الله لكم حسن متابعتكم في حراسة الله تعالى اشتركوا في القناة